الثامن والخمسين تاه في وادي طي التاسع والخمسين الصحراء القبر وصية إخفاء وأعفاء هارون والضباء الثامن والخمسين تاه في وادي طي قال الدكتور كامل مصطفى الشيبي قتل علي عليه السلام سنة أربعين للهجرة قيل في موته حمل عليه السلام في تابوت على جمل وأن جمل تاه ووقع إلى وادي طي التاسع والخمسين الصحراء قال يونس بن ضبيان أتيت أبا عبد الله الصادق عليه السلام حين قدم الحيرة أتينا إلى المكان الذي أراد فقال عليه السلام يا يونس أتدري أي مكان هذا قلت جعلت في ذاك لا والله لكني أعلم أني في الصحراء قال عليه السلام هذا قبر أمير المؤمنين عليه السلام يلتقي هو ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم القيامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر